طبعاً نبدأ بصراح. طبعاً نبدأ بتعديل ليفربول. منطقي. الخبر بالنسبة لك كان مفاجأة أو متوقع؟ متوقع. متوقع؟ أوكي. يعني أنا كنت متخنة بعد ما ساد يوماني مشي. ليفربول مش هيقدر أنه هو يتخلى عن النجم الثاني في الفريق الاتنين. هم دول أكثر اتنين مؤثرين في الناحية الهجومية. فكان متوقع عن النصاح يجدد. مش هيخد الرقم الربعمائة ألف سترليني. وبرضو مش هيخد الـ 230 اللي كان ليفربول عرضها. فالموضوع اتقسم بالنص ما بين الناحاتين. طبعاً صراح كان الكفة القرارب. لأنه هو في النهاية نجم الفريق الأول. هو اللعب اللي مع أرقامه في آخر خمس سنين. الفريق قدر يعوض ساديو ماني سريعاً. ولكن تعويض صراح عموماً كنحية كنحية هدفية. مش بس كجنح يمين. في أجنح يمين متميزة. ولكن إنه نديك نفس التأثير بعد الهدف ده صعب جداً تلاقيه. حتى لو دهرت جوة الدولة الإنجليزية. فالقرار فريق كان متوقع. يمكن كان فيه اتجاه الأفضل إنه يروح ريال مدريد أو حتى يروح برشلونة. حتى في الدولة الإسبانية. بحيث إنه يعني الكلام عن البالوندور وخلافه. ولكن بالنسبة لنا كان بقاء صراح في ليفربول أفضل لي. فرصة دائماً إنه بيفضل موجود وبينفس على البطولات. منافسة صعبة طبعاً مع سيتي. ولكن كل لقب في ليفربول وزنه كبير قوي في إنجلترا. وزنه كبير قوي عند جمهير ليفربول. اللي هي خلاص دلوقتي ما صراحة عدة مرحلة إنه هو لعب كويس موجود في ليفربول. وهو واحد من أساطير النادي. وبقاء واستمرار هناك لحد نهاية مسيرته الكروية. أو لحد ما من الآخر كداب هو خلص اللعبة في الهاي ليفل في أوروبا. هتحسب له بشكل كبير جداً في إنجلترا كأسطورية. والكلام عنه من كل اتجاه. ومعجمهير ليفربول بشكل خاص. اللي هي دايماً يعني عندها قصة الوفاء للعابتها. والهتاف بإسم اللعيبة. وتمجيدي اللعيبة بشكل كبير جداً. طيب. والحاجات المهمة جداً عجبني الدوشة اللي تعاملت مع تجديد محمد صلوح. هكيدة مبهرة. هكيدة مدهشة. كانت مونتاش بوست على فيسبوك. تويتر دوشة. وكلام رايح جاي. والشكل الصور. وقعد على البحر. في تفاصيل كده دعائية وتسوقية عجبتني للموضوع. إنه ده اللعب بتاعنا إحنا. ده ده اللعب مصر اللي بيحصل له كل الدوشة الحلوة دي. يمكن تفاصيل التجديد اللي انت كلمت عليها دي. سببت حالة نشوة وفرح في شوارع ليفربول. نتعمدت أشوف سكاي وشوف التقارير اللي مش شوارع. وشوف ردود الأفعال بتاعت جمهير ليفربول. لأن ده دائما محمد صلاح بيصدر لك الإحساس بالفخر. فلما تشوف حد في أقوى دوري في العالم. جمهير أقوى دوري في العالم بتتكلم على العيب مصري. ده بيديك إحساس بالفخر. فحبيت أشوف تقرير كده. لقيت مشجع من ليفربول بتتكلم إن إحنا نقدر نتحمل خسارة الساديومانية. لكن عمرنا ونقدر نتحمل خسارة محمد صلاح. قد إيه التعليق ده؟ سبب لي حالة فخره. وخلانا شوف المشهد كله. إن محمد صلاح النادي هو اللي بيروح للحد عنده عشان يجدد. وبينزل الصور وهو موجود في أجاسته. ما مرجعش النادي لأ جدد وهو موجود هناك. إزاي محمد صلاح بقى رابع على راتب على مستوى العالم؟ طبعا بعيدا عن السلاسي بتاع باريس سانجرمان. لأنه معروف إن باريس سانجرمان بيدي أرقام فلكية عشان يقنع العيب إن هو يلعب. أنا بالنسبة لي محمد صلاح حاليا في الأندية التوب في أوروبا هو رقم واحد بخصوص الراتب. لأن إنت عشان تقنع في باريس سانجرمان عشان تقنع ميسي إن نلعب معك. مضطرة تديده راتب طبعا فوق المليون يورو في السنة طبعا بخلاف الدرائب. لكن محمد صلاح في أقوى دوري في العالم هو رقم واحد هو الراتب الأعلى. عدى كريستيان رونالدو دي حاجة كبيرة جدا عمرنا ما أعتقدش إن حد كان بيحلم إن العيب مصري عدى كريستيان رونالدو بخصوص الراتب. وده رقم كبير جدا 350 ألف سترليني في الأسبوع هو رقم واحد في الدورة الإنجليزية. ففي أكتر من شعور بالفخرة بخصوص محمد صلاح في نقطتين جدليتين في التجديد. هل ليفربول ومشروع ليفربول يضمن لمحمد صلاح النجاح خلال ثلاث سنين جايين؟ هي دي النقطة الجدلية اللي هيكشف عنها المستقبل. ليه؟ لأنه معروف إن محمد صلاح كان قدامه الخيار الأقرب هو ريال مدريد والدوري الإسباني. لأن ريال مدريد بعد فشله في التعاقد مع كيليا نينبابيه بقى قدامه الحل الأكبر دلوقتي والحل الأوضح هو محمد صلاح. فمحمد صلاح مع ريال مدريد هو نادي النجاحات فيه أعتقد أنها مضمونة. لأن إحنا شايفين برشلونا في تخبط ما فيش منافسة قوية في الدوري الأسباني فالبطولات مضمونة في ريال مدريد. هل في ليفربول في واحد من أقوى الدوريات الموسم الجاية يبقى صعب جدا في الدوري الإنجليزي؟ مانشستر سيتي فريق قوي، تشيلسي فريق قوي، مانشستر نايتد بيعود، أرسنال موجود، تاتن هام بيعمل صفقات كبيرة. فالنجاحات في إنجلترا قد تكون صعبة شوية. في العيب بيدور دلوقتي على الجايزة الأكبر اللي هي جايزة أفضل لعب في العالم. والجايزة دي تربطت بقى خلاص في السنوات الأخيرة بالنجاحات. يعني كريم بن زيمة أعتقد الأداء الفردي متقارب مع محمد صلاح إن لم يكن كريم بن زيمة أعلى شوية. لكن عشان كريم بن زيمة خد دور أبطال أوروبا وخد الدور الأسباني فهو كفته اترجحت على محمد صلاح. فأنا كنت شايف إن ممكن خطوة ريال مدريد تبقى أفضل لمحمد صلاح لأنه هو جد التلسلين مع ليفربول. ده هيكشف عنه المستقبل. بس من ناحية عنها يا محمود أنا كنت تقولي النهاردة صلاح بيكسد التلسلين. وأكيد هتمر عليه في الكم سنة اللي جايين دول فترات هبوط شوية في المستقبل. وارد مع تقدم. طاقة طبعا. زي ميسي وكريستيان. زي أي لعب بيكبر من يعني يعني بيعدي التلاتين. أنا لما كمل مع ليفربول عارف كده بالمعنى السهل يعني دبيتي. يعني أنا عندي رصيدة عند الناس دي هتستحملني هتتحملني. لكن ريال مدريد هروح حلع معاهم من أول موسم لو هبطت شوية في المستقبل. هلاقي الجماهير بتاعك تفضدي وتقول لعبوا دوردريجو مكاني مسر. عشان كده أنا قلت لك الجماهير في ليفربول ده مجد لعبتها ده أولا ثانيا. جماهير ريال مدريد حتى مع اللعبة اللي لها تاريخ ما كان بحصل كده في النهاية. ورونالدو نفسه. ورونالدو نفسه حصل مع نفس الكلام. هتحقق كمان بالنسبة لي يا كريم في قوة التجيب مهمة قوي. البداية رغم أنها كانت طبعا يعني مع البداية كانت أكبر عامل عكسي اللي هو التويت بتاع ترامي عباس. وكيل صلاح. ولكن هي كويس أن هم استغلوا القصة ديه في إنهاء حالة أن وكيل اللعب بيطلع يرد على المدرب أو بيطلع يرد على داب الرسالي الاستهزائية. هم أخذوها في سكة أن دي هي الحاجة اللي احنا عملنا على تريند فنبدأ بها التجديد. فالموضوع ده كأنه حاجة ودابت خلاص ما بقاش. أثرها عند الناس مش هيفضل الأثر السلبي. هيبهو الأثر في النهاية اللي هو الموجود أن دي الحاجة اللي بدأوا منها إعلانة تجديد لمحمد صلاح. صح. فهي في رأيي الموضوع مكاسب لكل الأطراف. المنافسة زي ما كان فروي بيقول المنافسة طبعا في الدورة الإنجليزية أصعب من أي دورة ده مفهش أي نقاش خالص. ولكن البطولة في ليفربول وزنها عالي وكبير لأن الجيل ده هو الجيل اللي رجع ليفربول البطول بعد سنين من الغياب ده أولا. ثانيا ليفربول يظل منافس قوي على دورة أبا أوروبا هو تاني مؤفض ومرشح في كل موسم بعده من شستر سيتي. طبعا البحثة في رولو طوله متغير ولكنه يظل منافس قوي جدا على دورة أبا أوروبا كان معتد. أنا برأيي بقاء صراح في البريمير الليج أكوتوري في العالم ده الحد ذاته زهور وإنجاز وروعة ومكسب. أكبر كمان أنا راجب أحب للمدريد بس أكبر بالنسباني من دوري في الدورة الأسبانية. ده مهم بس هل الجيل ليفربول الحالي ومنحنى أداء الفريق مع يورجن كلوب اللي هو المدرب اللي معروف إنه بيمضي عقد سبع سنين. وهو حتى تكلم في ألماني هو لي بيمضي عقد فسر الموضوع ده إنه هو دايما المنحنى بتاعه في سعود لحد ما بيوصل للقمة ويبدأ بهبوط. لما بيلاقي الهبوط ده خلاص بيحس بحالة تشبع وبيحس إن اللعيبة خدت منه أو الجيل اللي موجود خد كل حاجة منه وهو مدرب عاطفي شوية ما بيقدرش يكرر نفس العاطفة دي مع اللعيبة فخلاص بيضطر إنه هو يرحل. لكن هو مع ليفربول كسر القاعدة دي ويكمل فهل نجاحات ليفربول أو مستقبل جيل ليفربول مع وجود لعيبة خلاص أعتقد إنه هم في أواخر أيامهم وفي أواخر فتراتهم ومش هيقدموا نفس الأداء اللي قدموه في أكتر من اسم في ليفربول مع رحيل ساديو مانيه اللي هيأثر اللي أعتقد لويس دياس آه لعيب كويس بس لا يقارن بساديو مانيه نونيز نجاحه مش مضمون لأنه جاي تحت ضغوط الميت مليون فليفربول المستقبله برضو يعني مش مضمون بنسبة 100% لكن محمد صلاح هو النجم الأول في ليفربول ودي حاجة مهمة جدا في ريال مادريد هيروح هيبقى لعيب جديد لكن هو في ليفربول هو النجم الأول في ليفربول